السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي كيف دايلا نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غاد ينشارك معاكم اليوم إن شاء الله تشيز كيك رائع بمعنى الكلمة بكريمة الحامض أو الليمون لعشاق الحامض أو الليمون والتزيين كما كتشوفوا معايا بالتوت الأحمر والتوت الأزرق كي يجيزوين بالساف رائع يستحق التجربة شكرا لكم بالساف على التعالق لك تخليوا لي قد فرحني وما تنسونيش من لايك والاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله على بركة الله مع المقادر وطريقة التحضير كما كتشوفوا معايا في المكونات عندي ربعات البيضات كاملين جبن وياهورت ماء عادل 500 قرام نصف كاس عصير حامض أو الليمون كاس مع مرش سكر بني أو سكر عادي قشور حامضة قشور حامضة بالنسبة للبيسكويت اللي متوفر عندكم هتخدموا به وعندي جوج معالقة الزبدة غادي نضوه بهم غادي نحط البيسكويت في خلط كهربائي غادي نتحنه مزيان لما كانش متوفر يمكنك تديري بلاستيك غذائي غادي نضوه بلاستيك غادي نضوه بلاستيك غادي نضوه بلاستيك حتى نكمل البيسكويت اللي عندي كامل نستمر حتى نطحنه كامل البيسكويت كما تشوفوا معايا من بعد مطحنت البيسكويت كامل حطيته في هذا المول اللي عندي أنا كل واحد يستعمل المول اللي عنده وضغط عليه مزيان بالكاز غادي ندخل الفران عشرين دقائق وغادي نحرجه ودابا غادي نخلط ياغورد طبيعي والجبن مكوينة كاملا في نفس الوقت ما كانش لمشكل وغادي نزيد الجبن شوية الملحة لتصحيح الدوق سكر بني أو سكر عادي اللي متوفر غادي نخلط مزيان بالخلط الكهربائي وغادي نزيد البيض والحامض أو قشول الحامض وعاصر الليمون كما تشوفوا معايا من بعد ما خرجت البيسكوية من الفران خليته حتى برد وضعت عليه الخالط بالنسبة للمول غلفته حيث غادي نطيبه في حمام مائي في الفران مهم باش ميدخلش الماء من الأحسن صافي بالنسبة للفران غادي نشعل تحت وغادي نخليه على مية وثمانين درجة وضروري يخصوا يطيب في حمام مائي ياخد وقته في الطياب أنا خليته ساعة وبالنسبة للماء يكون سخون وبالنسبة لكريمة الحامض او الليمون ربعات البيضات معلقة كبيرة كاز مع مرش سكر سقي كاز مع مرش غاصل ليمون ثلاثة المعالق زبدة وقشور حامضة بالنسبة للزبدة سكر سقي 100 قرام حطيت طنجرة فوق النار ثلاثة زبدة كما تشوفوا معايا حطيت كمية من الملح او قبزة ملح لتسحيح الضوك وزد سكر ناعم مع القدنشة قشور حمضة قشور حمضة خليط خليط مزيان هو بارد قشور حمضة خليط الزبدة خليط 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 غاية نزيد الخالض ونحلط صافي كما تشوفوا معايا صفيت الخاليط من القشور الحامض شوفوا يعني ملء احسن نصف فيه كما كتشوفوا معايا حطيت الخاليط فوق النار واناك نخلط مزيان ما تحبسوش البنات من تخلط باش الكريمة ما تحرقش لينا فيها البيض وفيها النشا نستمر في التخلط قد جاد الكريمة رائعة يمكن لكم تحضرو بيها شحل من حاجة بحل تسحلية او لطاغ صافي كما كتشوفوا معايا غادي نزيد الكريمة فوق تشيز كيك كما كتشوفوا نحاول نغطي كل شي شوية بشوية حتى نكملها وتجيم قادرة بالنسبة لشيز كيك انا خليتها باتت ليلى كاملة في تلاجة وعد حضرت كريمة ليمون وزينتها واللي عندوش الوقت يحضرها في الصباح ويجعلها تبرد حتى العشية ويزينها على ضوقه وعلى اللي متوفر عنده من بعد ما خرجت تزكيك من تلاجة من الليزة كريمة الليمون دخلت تلاجة تقريبا ساعة عاد خرجتها من تلاجة وبالنسبة لتزيين كما قلت لكم كل واحد يزين على ذاك الشي اللي عنده واللي متوفر عنده انا عندي توت الاحمر وتوت الازرق يعني جاد زوينة بثاف شكلا وما ضاقا قد ينستمر حتى نكملها بتزين كما تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي للتيز كيك جازوين بالساف رائع نتمنى تجربوه وبصحة والراحة اطلقوا فيديو جديد ان شاء الله مع وصفة جديدة شكرا على المتابعة في رعاية الله وحفظه شكرا على المتابعة